أهلاً وسهلاً بيكم عاملين إيه؟ شو فيه مثل مصري كده يقولك الفئي لما يسعد تجيله عشوتين في ليلة واحدة هنا النهار ده جات لي العشوتين العشوة الأولينية التوافق الروسي البريطاني على وضع آلية للحل السلمي في الأزمة الأوكرانية أنا أفتكر أن أنا أول أسبوع قلت نفس الكلام قلت استحالة العالم ما بقاش بصدد قيام حروب كبرى تاني بعد 1945 ما فيش حاجة اسمها حرب عالمية تاني الناس بتاعة أوروبا تحديداً مش مستعدين يدفعوا نفس الأتمان الباغضة اللي دفعت في الحربين الأولى والتانية إلا أنه لازلت بشدد وضع حلول غير مكتملة تؤدي دائماً إلى مشاكل أكبر الحل غير المكتمل اللي اتعامل بعد الحرب العالمية الأولى وما أطلق عليه معاهدة فرساي كان حل تافه وبيض فأفسد الأمور زيادة على فسادها الأول فأدى إلى إيه؟ إلى اجتياح ألمانيا للقطاعات الشرقية من أوروبا أو الشرق الألماني بقى ودخلوا بولندا وتشيكوزنوفاكيا يعني طبعاً قبلها كانوا احتلوا النمسا وما إلى ذلك حلو؟ طيب سيبنا من ده تاريخياً لكن فرساي عملت إيه؟ فرساي لأنها لم تكن حلاً مكتملاً أدت إلى الحرب العالمية الثانية ووقتها خاد العالم اللي في إيده القرار إحنا مش هنخش حروب كبرى تاني تمام؟ تمام يبقى لازم الحل الروسي البريطاني يبقى حل مكتمل حتى لا تتجدد الأزمات زمان كان عندنا أزمة جورجيا وقسطية الجنوبية وتتذكره في 2008 دلوقتي عندنا الأزمة بتاعة أوكرانيا إحنا مش عاوزين أزمات لا الأوروبيين ولا إحنا ولا العالم يحتمل المزيد من الأزمات الكبرى فالحمد لله أنه الرؤية المتوضعة بتاعتي طلعت صح